اشتركوا في القناة اخبار كثيرة ياريت التركيز القمر اليوم موجود في برج السرطان في منزلة الطرفة هاي المنزلة لا تصلح الا للمضرة والمشاكل وبين قسين المشاكل حكينا انه القمر لما بيكون موجود في السرطان هاي الفترة منشعر بقوة العاطفة منحاول اننا نخلق جو من الامان من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية تانية بتراودنا كثير من الذكريات وفي منا رح يضرف الدموع على ذكريات قديمة او على حبيب قديم او على اشخاص كانوا موجودين في حياتنا وفي ناس ممكن ترجع تتذكر وتفتح صور قديمة لابيم صور فيديوهات رسائل لازم ننتبه كثير بالفترة هاي لأكلنا وشربنا لانه بهاي الفترة بيصير في عنا حافز كثير لالتهام الكثير من الطعام شهيتنا بتكون مفتوحة وفي المقابل بدنا نتجنب اننا ننتقد اي احد لانه شوي حساسية الناس بتكون مرتفعة شوي فرح يفهموا بشكل مغلوط هذا الانتقاد وممكن تصير من وراء الانتقاد هذا مشاكل بالفترة هاي اللي هي وجود القمر بالسرطان فترة ممتازة بتكون لأعمال الزراعة او الاهتمام بالاشجار الانتباه اكثر لاطفالنا لقضاياهم ومصالحهم والتعاطف معاهم لا وقت ممتاز برضو لأمور البيتية او قضاء اوقات ممتعة في البيت والاجواء البيتية بالنسبة للزوايا الكثير اللي رح تكون معانا خلال هذا النهار اول زاوية رح نفتتح فيها اللي هي تقريبا منتصف الليل تماما بتوقيت جرينيتش اللي هي مستمرة طبعا من اليوم الماضي احنا حكينا عنها مبارح واليوم رح نحكي عنها لانها هي كانت في نفس الفترة فالزاوية هاي قائمة وما زالت قائمة اللي هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمشتري بتكون الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت جرينيتش هاي الفترة لازم انه ندير بالنا ونكون حذرين جدا من الاشخاص اللي بحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا يعني الاستعطاف بمعنى اخر او المكر والحيلة على اساس انهم يحصلوا على شيء من خلالنا طبعا هاي الزاوية لانه بالليل فالمناطق اللي بتكون النهار هم اكثر ناس عرضة فيها لانه هذول اللي بكونوا محتكين مع الناس اكثر اما الزاوية التي تلي هذي الزاوية هي زاوية التثليف ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون الساعة 11-19 دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا يعني هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب بقوى عنا الحدث اكثر المستفيدين من هاي الزاوية اللي بيعملوا في المجالات اللي لها علاقة بالفن والديكور والتجميل بعدين رح تتشكل زاوية ثانية زاوية اقتران سلبية بين الشمس وعطارد هاي زاوية طويلة احنا منسميها يعني مدى فعليتها بكون طويل يعني ممكن يستمر يومين ثلاثة اربعة على حسب المسار تبع الكواكب فأما مش زي القمر القمر ممكن انها تستمر معنا نص نهار لنهار يعني ممكن تستمر حتى يعني ما رح تكمل الاربع وعشرين ساعة ليش؟ لانه حركة القمر سريعة فعشان هيك بتعمل الزاوية وتطلع من الزاوية بفترة بسيطة جدا ممكن انها تصل ثمان ساعات اما الكواكب البطيئة اللي هي ابطأ درجة زي الشمس وعطارد لا ابطأ درجة يعني ممكن تستمر يومين ثلاثة لحديث ما تطلع من الدرجة اللي هي ما بعد الكوكب الثاني تقريبا سبع درجات عشان تفصل الزاوية عنها بتصير زاوية غير متصلة وبعدها بتنقطع الاتصال ما بينها وبين هذا الكوكب والزوايا طبعا الكواكب البطيئة جدا يعني انا صحيح بلشت اشرح بشيء خارج عن نطاق الزاوية ولكن برضو مفيد للزوايا والكواكب البطيئة جدا اللي هي بحاجة لاكثر من سنة للانتقال زي المشتري زي بلوتو نيبتون اورانوس هاي الزوايا بتستمر اشهر ثلاث شهور واربع شهور وست شهور وبعد مرات بتكون فهي على حسب حركة الكوكب مدة الزاوية نرجع لزاوية الاقتران زاوية الاقتران هاي سلبية راح تكون بين الشمس وعطارد الساعة ثلاثة وتسعة عشر دقيقة عند المغرب تقريبا نحكي مساء بتوقيت جرينيش بصير الفكر مشتت بقل التركيز نصبح متقلبي المزاج اللي ممتهنين القيادة او اللي بيطلعوا على الشوارع هدولة اكثر ناس بدهم يكونوا حذرين اثناء القيادة طبعا لما نوصل لتوقعات اليومية الابراج اللي بنحكي عندها حركة واتصالات وسفر وتنقلات هدولة اكثر ناس بكونوا عرضة لمخاطر هاي الزاوية الزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر والشمس رح تكون الساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيش هذا الاتصال بخلق نوع من عدم الاستقرار بتمثل بصراع بين المشاعر والافكار وبنعك السلبي على علاقتنا مع الاخرين زاوية التقابل يعني بمعنى اخر ان القمر اكتمى البدر زاوية الاقتران يعني بداية ولادة الشهر اللي هو الهلال حكينا في حلقة الامس وركزنا على نقطة انه هذا التقابل رح يرافقه اللي هو خسوف ظلي للقمر اللي رح يكون تقريبا يعني احنا من بث بالحلقة بعدين انتو بتسمعوا في الحلقة لو طلعتوا اللي في منطقة الشرق الاوسط منطقة افريقيا اللي عندهم ليل يعني اي بلد فيها ليل طلع اتفرج على القمر رح يشوف انه القمر بدأت في مراحل الخسوف مسموح النظر بالعين المجردة لانه خسوف القمر مش ضار زي خسوف الشمس طبعا الخسوف رح يستمر من الساعة خمسة وخمس دقائق بتوقيت جرينتش مساء يعني الان تقريبا بتكون دروتو اللي هي كامل ساعة سبعة وتسعة دقائق بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن ساعة تسعة وعشرة بكون اكتمل طور الخسوف الكامل وبعدين بيبدأ يتناقص لغاية الساعة تسعة واربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني لبعد منتصف الليل بربع ساعة وحكينا في حلقة الامس يعني اللي بده ياخذ معلومات اكثر بقدر انه يدخل على حلقة الامس تأثيرها على الاشخاص وتأثيرها علينا والابراج من ايش تحتاط اكثر شيء او تاخذ بالها من ايش او بحذر الخسوف في ايش بقدر يرجع لحلقة الامس ويسمعها ولكن بالاجمال الخسوف والكسوف امرين دائما سلبيات ما مننصح احنا انه تبدأ باي عمل او تعمل اي شيء بخلالهم يبلهم ثلاث ايام وبعدها بثلاث ايام لا شراء اشياء ثميني لا عقد لا زواج لا ارتباط الفترة هاي عواطفنا شوي بتكون متأججة منضرف الدموع على ابسط الامور وممكن انه احنا الاشي الايجابي اللي نكتسبه من الخسوف انه شوي يكون عنا سيطرة على عواطفنا انه نصدر قرار القرار هذا يكون لمصلحتنا وتكون مرحلة جديدة افضل من المرحلة السابقة اللي رح يصير فيه فترة الخسوف انه فيه كمان زاوية التقابل رح تصير برضو مع القمر اللي هي القمر عطارد لان عطارد برضو موجود بالجدي رح تكون هاي زاوية الساعة سبعة وثلاث وثلاثين دقيقة وهاي زاوية سلبية سبعة وثلاث وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينج بعد الاشغاص بيشغلهم فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي ما في منها امل وبتخليهم يصيروا مزاجيين الطباع يعني بمعنى اخر فترة الخسوف هاي رح تركز بشكل اكبر على الذكريات وعلى العواطف وعلى المشاعر وعلى الاحاسيس فبدو يديروا بالهم حتى بطريقة تعاملهم مع الناس لانه ممكن عصبيتهم الثور باي لحظة على اي موضوع ممكن ينطرح وفي زاوية ثانية رح تيجي وتكون ما بعد الخسوف اللي هي برضو تقابل القمر مع زحل ورح تكون الساعة 11 و43 دقيقة بتوقيت جرينج مساء هاي الزاوية بتخلينا نواجه مصاعب وعرقيل بتتطلب مننا انه نبذل جهد اكبر انه نتغلب على هاي المشاكل بانفسنا انه ما حدا يساعدنا فيها وما نعتمد على الحظ نهائيا بفتقر البعض في هاي الفترة للشجاعة للمواجهة انه ما بقدر يواجه ما بقدر يبدي بوجهة نظر اكثر وبتخلي الواحد هيك ينسحب خوف من الهزيمة وعادة شو بصير في هاي الزاوية انه الواحد بصير مثلا بدل ما يناقش في الموضوع بصير يروح يجيبوا مواضيع قديمة ما لها علاقة في المشكلة ويحطوها ويعصبوا عليها ويعملوا مشاكل عليها كأنه بهرب من المشكلة لمشكلة ثانية بتورطوا بالزيادة في المشاكل فعشان هيك منحكي انه ابعدوا عن المشاكل بالفترة هاي اخر زاوية رح تكون اللي هي برضو زاوية التقابل سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون الساعة 11 و 57 دقيقة عند منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني لاحظوا انه زوايا المسائية هاي رح تكون زوايا نهارية في مناطق اخرى من الكرة الارضية هاي الزاوية بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة تفيرد سيطرتهم على الاخرين وخصوصا الناس اللي حوالينا اصدقاء معارف افراد عائلة فشوي هدولا الاشخاص اللي عندهم هاي السيئة اللي هي من التسلط يحدوا يمسكوا حالهم يمسكوا حالهم لانه رح تضر فيهم ونضر بعلاقتهم بالاشخاص اللي حواليهم طبعا هنا مجرد ما اجت الزاوية هاي يكون بدأ عنا خلو المسار القادم اللي رح يبدأ الساعة 11 و 57 دقيقة مساء ورح يستمر معنا لليوم اللي بعديه يعني رح يتجاوز منتصف الليل ورح ندخل في يوم 11 لغاية الساعة 12 و 15 دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا حكينا اليوم اليوم هذا نحنا كله نحطه تحت قائمة انه يوم ما نسترجي منه خير كثير وما نغامر فيه بشكل كثير وما نرتجي انه رح يكون فيه فرص او حضوط لا نمشي على الشيء اللي موجود على الروتين العادي اللي احنا ماشيين عليه طبعا حكينا انه عمر القمر 15 يوم مكتمل بدرا ساعة وحدة و 36 دقيقة عصرا بصير دخلنا في اليوم 16 من عمر القمر نسبة الاضاءة رح تكون 100% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي وانه لغاية 20 واحد منتحس القمر في السرطان لغاية 11 واحد بعدين تنتقل للأسد مزاجها سعيد عطارد في الجدي لغاية 16 واحد ممتزج يعني بخالط بين النحوس وبين السعادة فعشان هيك منحط ممتزج لانه بظل يتقلب طول النهار فما رح نقدر نميز او اللي بحسب حساب دقيق هو اللي بحدد امتى بكون سعيد وامتى مش سعيد فما منقدر نذكر احنا 24 ساعة شو حالة المزاج اشتبعته فالغالب رح يكون ممتزج بالنسبة للزهرة في الدلو لغاية يوم 13 واحد سعيد المريخ في القوس لغاية يوم 16 اثنين سعيد المشتري المشتري في الجدي حتى نهاية 19-12 منتحس زحل في الجدي حتى نهاية العام برضو سعيد اورانوس في الثور بحركة تراجعية ليوم واحد يعني يوم 11 واحد بيعود برجع للمسار الامامي بلش في مرحلة الممتزج لانه صار يطلع من مرحلة النحوس بده يدخل هسه على المرحلة السعيدة لانه بديرجع بمسيره العادي عشان هيك بنحكي ممتزج ان شاء الله في حلقة بكرة رح نحكي عن عودة اورانوس سعيد لانه ما بتراجع بلوتو في الجدي حتى نهاية العام منتحس وانتحاس بلوتو هاي عليها علامات استفهم لانه بلوتو اذا انتحس معناته فيه اعمال شوي حدية بده يكون في التعامل وفيه عصبية وحتى ممكن تنعكس على الجانب السياسي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل هذا اليوم كل التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة لا تحاولوا فرض وجهة نظركوا على احد افراد العائلة ما تحاولوا تكونوا عصابيين في التعامل مع احد افراد العائلة بوسعكوا ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكوا تغييرات ولكن داخلية لا تحاول تشتري اشي عشان اتعدل على مسكنك لانو حكينا كلها زوايا سلبية بدك تدير بالك من الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة طبعا هاي رح تكون منك مش رح تكون عليك يعني انت السبب فيها ممكن تستاء من تصرف حد موجود حواليك اتجاهلك لا تبادر بمواجهته والعصبية معه نظم جدول اعمالك ونشاطاتك الاعباء ممكن تكون كثير عليك خلال هذا النهار وممكن ما تلاقي وقت للراحة برج الثور انتو من الناس اللي نبهنا وحكينا عنهم في بداية الزوايا الفلكية اكثر عرضة للامور اللي لها علاقة بسيطرة اثناء القيادة والتركيز وعدم التهور ابتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا اكثر صبر على الطرقات واثناء القيادة يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن لا تعتمد على الحظ في اجتيازك للامتحان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسي انتبه لكلامك واحفظ دائما خط الرجعة او خط العودة على اساس انه ما تظلك انت المتهم وانك تغلط غلطة وما تعرف انت تطلع منها فدائما خلي في خطوط انك تعرف ترجع لها اي شيء العلاقة باللقاءات والاجتماعات مفيد جدا بالنسبة للك ممكن حتى انك تتخذ خلالها بعض القرارات ولكن بتركيز وممكن تكون القرارات هاي مهمة برج الجوزاء في فرص لمكاسب مالية من عمل اضافي ولكن المشكلة انه رح تزيد النفقات خلال هذا النهار ممكن تسترد مال اليك ندائنه لحد او باقي راتب للك او شيء انت حط وديعة عند اشخاص ممكن تسترده خلال هذا النهار وممكن تحصل على هدية ولكن نرجع من نحكي لك انه حتى لو اجاك مال بدك تدير بالك من النفقات نظم امورك المالية بشكل ممتاز يتناسب مع الوضع القادم وما تسمح للاقصاط انها تتراكم ادفع المستحقات والاولويات وما تخلي حدا يغشك خلال هذا النهار لانه عندك قابلية انك تنخدع واي حد بنصحك انه تروح توظف شوي من الاموال بهذا مشروع او هذا شيء ممكن يساعدك او ينعشك او هنا في ارباح جاييتك او هذا المجال ممكن يجيب لك يعرف انه هذا الانسان بضحك عليك اجل الموضوع يومين بتلاقي انه اللي انا حكيت لك هي صحيح برج السرطان رغم انه القمر موجود عندك ورغم انه في زوايا كثير رح تتشكل من القمر اللي موجود عندك وكلها زوايا مقابلة حكيناها في بداية الحلقة ما بناء نرجع نعيدها الا انت رغم كل الحساسية والمشاعر الجياشي خلال هذا النهار الا عندك شوية نشاط وحيوية نقدر نحكي انها مناسبة مرضية وما تتردد انك انك تفرضوا وجهة نظرك خلال هذا النهار ولكن بدون عصبية والزام تزداد عزيمتك وترتفع معنوياتك الحضوض ما تغامر فيها لان الحضوض ممكن تكون شوي معدومة خلال هذا النهار تقدر تتحرك وين ما بدك وباي اتجاه بدك هي الفترة رغم كل المعاكسات ما بناء نحكي سلبية كاملة لا فيها ايجابية ممكن تلتم سنوع من الانفراجات وممكن يكون عندك تقدم في اتجاه معين برج الاسد اجت دخلة القمر لبيت المتاعب متعبة بالزيادة عن الوضع الطبيعي بالنسبة للك لان القمر الان موجود في بيت متاعب او ببيت متاعبي لان انا برضو الاسد فعشان هيك الكل انتو بتكون تتأثر وانا بتتأثر فما رح احكي اشي ايجابي وهو مش موجود لأ انا رح احكي الاشي اللي المنيح والاشي اللي مش منيح يعني بنصحك وبنصح نفسي هذا يوم بسيطر التعب والوهن والهزل علينا انجزوا بس الاشياء اللي بتقدروا انكم تنجزوها والاعمال العاجلة حاولوا انكم تهتموا لصحتكم حاولوا تاخذوا راحة من اشياء كثيرة اعمل الاشياء الروتينية بس هاي الفترة فارغة تماما من الحضوض ممكن يظهر في خلال هذا النهار يعد متخفي يا نكتشف انه في مؤامرة تحاك علينا بالخفاء اهم اشي انك تتجنب المشاكل لانه اليوم هذا ما رح يكون لصالحك راعي اعمالك سيرها وانت ميخذ بعين الاعتبار انه في تأخيرات رح تكون في الموعيد وفي النشاطات برج العذراء كل اشي بتركز عنكو هو على النشاط الاجتماعي ولقاء الاصدقاء خلال هذا النهار في منكو رح يشارك في مناسبة سعيدة او في لقاء اصدقاء قدماء او انه يذكر اشخاص من الاشخاص اللي بعزوا عليه ويحاول انه يتواصل معاهم ولكن حاولوا انكو تسيطروا على الاشي اللي رح يكون ثائر جوتكو وهو طبع من طبعكو وهو الانتقاد البناء في هاي الفترة لا الانتقاد ممكن يكون ينفهم اشي ثاني وما يكون بناء فيزعل الطرف الاخر منكو هاي الفترة انتو بامسل حاجة لحجد التأييد وباستطاعتك بهاي الفترة انك تكسب عاطف الاخرين معك وبتقدر تتميز حتى في علاقاتك هاي الفترة بنقدر نحكي انه فيها نجاح وفيها نوع من الانتشار برج الميزان كل اشي بتركز هذا النهار على عملك وعلاقتكم بالمسؤولين تقدر تثبت جدارتك وتدفع بمصالحك بالاتجاه الصحيح ولكن اهم اشي ما تتأخر عن عملك وما تغيب هذا يوم ممتاز للي ببحث عن عمل ودير بالك اي تصرف ممكن انه يشوي سمعتك بدك تكون مراقب تصرفاتك لانه شوي في ضغط على هاي النقطة لانه اذا درت بالك من هاي النقطة ممكن هاي الفترة تحمل لك فرصة عمل مهمة بدك تكون منتبه لكل اشي وما تترك الطيش او اللهو انه يتسبب باخطاء ممكن انها ما تنغفر في هاي الفترة برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات لبعيده مع مؤسسات تعليمية مع ناس مسافرين برا مع طلب بريد او طلب شراء حاجيات من مواقع خارجية ممكن اشخاص عندهم امتحانات خصوصا الجامعيين هاي الفترة ممتازلة هاي الامور ولكن برضو بتكو تنتبه انه ما في حضوض يعني بتكو تعتمد على جهدك الشخصي وبتكو تنتبه اثناء القيادة كمان من النقاط اللي احنا حكناها في حركة الكواكب والزوايا الفلكية بتكو تكون اكثر صبر اثناء قيادة السيارة خصوصا في الشوارع المفتوحة حاول انك تسترخي وتمسك اعصابك وتحاول تلطف الاجواء من حواليك دير بالك من الفوضى هاي فترة ممتازة كمان انك انت تشاور حد في مسألة معينة وممتازة برضو العقد المفاوضات اذا في صلحة في اشخاص حاببين انك ترجع علاقتك معهم برضو الفترة هاي ممتازة اليك حقوق عند ناس حاب تستردها برضو هاي الفترة ممتازة انك تدخل وساطات عساس يستردو لك هذا المال او لحل النزاعات المالية وعندك نشاط انك تشترك في مختلف النشاطات كانت تجارية او شخصية برج القوس بشغل كل يوم هي ضبط شؤونك المالية المشتركة رغم النفقات ولكن في فرص مالية او فرص لمكاسب مالية مصدر يا شراكة يا تعويض هاي الفترة بصير عندك قدرة على لفة النظر وانك تمسح اي اشي اسمه اجواء سلبية يعني تغير الاجواء من اجواء سلبية لاجواء مرحة وفيها ضحك وفيها فرح عشان هيك بحكي لك انه في هذا اليوم استغلوا لقاء الاصدقاء الاحباء للمرح بنصحك تفكر في بكرة وبالاستقرار واستقرار وضعك المالي لانه هاي الفترة ممتازة انك ترسم الطريق لهاي الاشياء وما تتهور وتستعجل كثير عشان انه والله في عمل تجاري بدي على حي حالي لا اصبر شوي فكر بتروي وما تتعجل ادرس بتروي بين قسين ركز عليها كثير برج الجدي يوم ضاغط كثير بتطلب منكو الصبر وبتطلب منكنكو ما تتذمروا صحيح طاقتكو ضعيفة ولكن الخسوف اللي رح يصير والتقاء زوايا التقابل اللي رح تصير كلها هاي بتأثر عليكو حاولوا تمشوا اليوم بدون تذمر بنصب اهتمامكو يعني على كل الامور اللي لها علاقة بالشراكة شراكة مالية وشراكة عاطفية ابحثوا عن اي قاسم مشترك بجمعكو بشركائكو بالعمل والعاطفة اتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على انواعها خصوصا بعد مرات الملاحظات تاعاتكو انتقاداتكو بتكون شوي لاذعة حاولوا تمسكو حال كل فترة هاي حاذر من اي مواجهة كلامية لانه الجو عندك ما بتحمل ردات الفعل الضغط اللي موجود عليك كبير فعشان هيك ردة فعلك رح تكون كبيرة فممكن تأذي وانت مش منتبه بعدين ما رح يزبط انك انت تندب الاجواء كلها سلبية حواليك وخصوصا احنا بفترة تقابل هاي لكل الكواكب اللي موجودة عندك مع القمر وخصوف فهذا امر بضغطك فترة بسيطة ايام وبعدين القمر رح يتحرك بس يوصل للعذراء كل هاي الاشياء انت رح ترتاح منها اهم انك بدك يدير بالك كمان من مخالفة التعليمات والقوانين ويعني بتقدر تحط بين قسين انه هذا اسوأ ايام الشهر برج الدلو بتراكم العمل عندكم كثير حاولوا انجاز اللي بتقدروا عليه دون اهمال لا لا صحتك ولا لا اعمالك ما تدخلوا في مواجهات مع الزملاء خصوصا زملاء العمل هذا اليوم بتكثر فيه التنقلات وورشات العمل فبدك تدير بالك انه انت معرض للاصابات اثناء التنقل بدك تكون حذر يعني عشان ما يصير معك اصابة تضرب ايدك في طاولة تتعرق الرجلك فبدك تكون حذر من هاي النقاط ممكن انك تضطر لتقديم المساعدة لاشخاص بيعزوا عليك ما تتهرب لانه هاي النقطة رح تتسجل لك ممكن انه تزيد عليك المسؤوليات والالتزامات على انواعها اهم اشي رغم كل هاد النقطة ثانية اللي بدك تنتبع عليها اللي هي صحتك لانه الفترة هاي كل الكواكب متواجدة يعني تعمل اللي هي التقابل مع القمر اللي موجود في بيت صحتك فطاقتك ومناعتك بتكون ضعيفة اهتم في صحتك برج الحوت عندك شغف عالي جدا للحب وللناس اللي حبتوهم وللعلاقات اللي يا كانت موجودة يا مستمرة ذكريات بتواجهك بشكل عميق جدا تلعب بأحاسيسك ومشاعرك صحيح انه الفترة هاي من المفروض انها فترة ممتازة انك تتواصلوا مع الأحباء ولكن ظروف الخسوف هاي بتضغطك بالاتجاه الآخر انه معاتبت وحساب الأحبة على بعض التقصير او الاهمال او الاشياء اللي اساؤلك فيها بالماضي حاولوا انكم تمتنعوا عن هاي المواجهات ما تسمح لحدا انه يغشك حتى لو اقترح عليه قال لك اعمل هاي النقطة بصير معك هيك وبستسلم لك وبتحكمه هذا كل رح يكون غش بيدمر مستقبل العلاقة العاطفية اللي انت ماشي فيها ما تسمح نصيحة حدا في خلال هذا اليوم ممكن هذا اليوم يحمل لك نوع من الانفراج حتى لو كان بسيط وتعاطف حتى لو كان بسيط عشان عشان هيك لا تكون واجه ونكتف ايديك ومش سائل وما تتحرك لا في اعطاء النصائح والمعلومات في النهاية الله اعلم وما تنسوا تحت شوي شايفكم كسلنين الايام هاي هو من الخصوف صرت تكسلوا عندي وبطلت تحطوا لي كومنتات ولايكات الله يسامحكم يا رب حبيت امزح معكم في نهاية الحلقة في عندكم اشياء تحت اللي حاب يعملها يعملها المهم لانه انتو بعملكو هذا لما تحطوا انتو كومنت ولايك يعني بنبسط انه انتم تابعين معي وبنبسط انه هاي الحلقة عجبتكو او ما عجبتكو بسمع انتقاداتكو وبعرف مين الموجود مين اللي غاب لانه في ناس انا صرت دائما اركز عليهم موجودين هم موجودين يعني قرأوا طب ليش غابوا في عندهم اشي غيبهم في سبب معين مريضين يعني دائما بخذني الاتجاه اني بصير افكر بالاشخاص فاخفف علي هذا بترجاكو في النهاية يا رضا الله ورضا الوالدين وما في اجمل من رضا الوالدين بتمنى الكو كلكو انه اهلكو يرضو عليكو والديكو يرضو عليكو اخواتكو اخوانكو يرضو عليكو لانه ما بينشي لك من الصعاب الا رضاهم خذها مني نصيحة من اخ لا اخو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء اشتركوا في القناة